السلام عليكم ورحمة الله على غير العذا الفيديو اليوم سيكون عبارة على وقفة التأمل قدرت تقييم فيما يخص الفيديوهات في اليوتيوب والتجاوب الحمد لله إيجابي عند المتتبعين بصفة عامة يعني الأصدقاء الزملاء في الميدان الصحي البيوتيبي والذي تشجعني لكي نستمر أفكار وآراء وإقتراحات عديدة والذي أريد في نفس السياق أريد أن أفكر أن نفعل فيديوهات بالموازنة التي يمكن أن يكون فيديو تريك وقت ويتعلقوا دائما في نفس السياق البيوتيبي ويجب أن نتكلم على واحدة الوظيفة في آلة معينة لكي يجب أن نظر على الآلة كلها ولكن وظيفة في هذه الآلة يمكن أن تكون فيديو مهمة ونحاول أن نشرح فيهم بعض المشاكل ومن المشاكل التي أحدثت على المستوى الشخصي أو كمسؤول في مصلاحة تقنية على تقنية ويجب أن تكون واكب المتابعة على المشاكل ويجب أن نحاول فيها ونحاول لأن لأن أتجاوز 100 معلومات التي تقدم تكون مهمة عبارة على المكتبات وعبارة على أشياء مهمة التي تكون مهانيا وعلاقة مع المتابعة والشخصية ويجب أن يكون أماكن موحرة في الشخصية ويجب أن نحاول عمل كيف تكون موحرة لأن تجربة على المستوى الشخصي لأنني 30 عام وأنا على رأس مصلحة سيرفيس تكنيك في شركة مدراسة والمؤسسة التي أعتبره سبتي الطهر الله يرحمه أستاذ لأننا خدمنا معنا 12 عام لولا ديالي كانت خدمت معا بفي اتصال مباشر حويومي وتحت الضغط غير الضغط الإيجابي ويجب أن تكون من حسن إلى أحسن وكانت دائما تحت الأسئلة واختبارات والامتحانات وهذا هو المجموعة محظوظة بكثير أن كان معنا لستطر السبتي وبقيت الحمد لله هذه الفكرة وبقيت هذه النظرية والاستراتيجية لحد الآن في الشركة التي أتمنى لها وليشرف أنني أرانا أتمنى أن أتمنى ويجب أن أتمنى أن نقوم بها وضع أعلينا فكرة أنواع فيديوهات دائما في تقني بيوطيبي وفيديوهات قد نتعود فيه فيديوهات وفيديوهات قد نعود على حياتي شخصية لا يوجد حياتي مختلفة، ولكن الشخصيات التي لديها علاقة مع المغرب كما ترى بيوتو، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب بعض الأحداث، بعض الترائف المثيرة، بعض الأمور التي وقعت دائماً في المستفى وكان أعرف أن المستفى هو الشانطيون غيال المجتمع في المغرب والواقع في المستفى العمومي سأحاول عندي الترائف لأن كما قلت هذا الشراء ستسجل، الزمان والمكان ليس مهم لأن الزمان قصة وقعت لها والبارح، وهي يجب أن نشرحها ونعودها وقصة وقعت لها لثلاثين عام، لذلك الزمان ليس مهم يعني النور الكرونولوجيك ليس مهم، يعني الترتيب الزماني وكذلك المكان ليس مهم لأن كما قلت، من الشمال الجنوب واشترق الغرب في المغرب كله، واللي مهم فات شي هو الرسائل الرسائل الإيجابية أو المساج اللي ربما نستفدو منهم، نتعلموا من الأخطاء ولا نتعلموا من الحوائي جزوينين لذلك نتمنى إن شاء الله نتوفق في هذه الفكرة، في هذه الأوبتية، في هذه الفيديو جديدة واللي غاد نخلي الفيديو دائل الجمعة، هادي يبقى إن شاء الله هادي يبقى إن شاء الله هادي الأنكور كامبليت دائماً ولكي نسمى إن شاء الله مهم لإطلاقنا من جربة تقنية وفعلياً ومرة أخرى نشكر جميع الأصدقاء المتتبعين في الأطور البيوتبية والالتبية والذي شجعوني وقد أعرف أنهم لم يحتاجون هذه الفيديو لأنهم تبارك الله مأهرامات ولكن تشجيعني منهم عبروا لي على أن أمركي من خارطين معي ويشوفوا الفيديو ويستفدوا من الأمور التقنية فهذا تواضع الكبار ونشكرهم وهذا هو المقابل لأن هذا الراحة نفسية والتوازن نفسي والانتجاء وأنني من كتخرج للتيرا لأنني باقي كنخدم وكتشوف عبر الناس اللي يشوفوك أنه لا يستفدوا شيئاً ويستفدوا وكذلك استفادة تكون متبادرة لأنني نباقي لحد الساعة باقي كنستفد وإن شاء الله كما تنتمنى أن توفق ونحن قبل جميع الملاحظات والاختراحات وكن نقول لكم إلى اللقاء وشكراً ترجمة نانسي قنقر